منع السلاح انها الورقة الاخيرة التي يشيرها الرئيس الامريكي جو بايدن في وجه بنيمين نتنياهو لوقف تقدم هجوم بري اسرائيلي في رفح بعدما لوح قليلا بورقة الفيتو في مجلس الامن قبل سابع نتنياهو خرج بعد تهديد بايدن امام قادة كل اسرائيل ادعى عدم المبالاة وقال انه سيقاتل حتى النهاية ولو لوحده حتى لو اضطر لاستخدام اظافره نشك ان هذه اهم لحظة فارقة في العلاقات بين اسرائيل وامريكا لاول مرة يشتريط البيت الابيض شروطا لتزويدة الابيب بالسلاح سبيل العلاقة تغير رغم محاولة اطراف الادارة الامريكية اخفاء تهديد بايدن وابقائه سرا وهو ما لم يحصل طفح الكيل تنقل نيويورك تايمز عن مقربين من بايدن وتقول بانه لم يقوى على تحمل قرارات نتنياهو في مسار الحرب كان لابد من قول شيء ليعلم الاخير ان الامور جدية تعليق الاصلحة اثار موجة انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة واسرائيل في واشنطن مايك جونسون الجمهوري ورئيس مجلس النواب اتهم بايدن بالخيانة وعده بمواصلة مد الاسلحة لتل ابيب اذا وافق الجمهوريون على ارسال الاسلحة لكييف ليس ذلك فقط بل ان الحبل يضيق اكثر على رقبة بايدن ففي المعركة الانتخابية يبدو انه يسير نحو فقدان سبعة في المئة من الاصوات تمثل اصوات اليهود كما ان نشاط المشرعين الامريكيين المناصرين لنتنياهو بات اكثر زخما بعد توجيه رسالة الى المدع العام لمحكمة الجنايات الدولية تحذره فيها من مغبة اصدار اوامر اعتقال بحق نتنياهو وعدد من قادته العسكريين الرئيس بايدن يعلم انه بين نارين نار الانتقادات العلنية لنتنياهو وما ستلحقه من اوجاع في السباق الانتخابي ومن الشق المناصر لتل ابيب في حكومته وبين نار اخرى هي قراراته والمضي قدما في نصرة تل ابيب وتزويدها بوسائل الابادة والتزامه الصلب بحمايتها وهي كلها وقود تزيد من رقعة نار الاحتجاجات في الطرقات والجامعة الامريكية